موسيقى في الملعب ولسه مخدناش دوري أبطال أفريقيا وبإذن الله تسعى من نصبنا قريب قوي الحقيقي الضيفي اللي منورني في الستوديو دلوقتي هو يعني أنا مش ببقى مبسوطة بس وأنا بتكلم معاه علشان هو واحد من نجوم النادي الأهلي لكن كمان يعني الشخص ده بالتحديد لما بيكلم دايما عن حبه للنادي الأهلي وانتمائه بيبان فعنيه قبل ما بيبان في كلامه الحقيقة دايما كابتن عمر الحديدي بيدرب مثل حقيقة أنه هو واحد من أبناء النادي الأهلي وقد إيه الانتماء ده حاجة كبيرة قوي منورني يا كابتن ربنا خليك يا سلام لسيعة المقدمة الجميلة دي ربنا يكرمك يا كابتن يعني الأول عايزة بارك لحضرتك على بطولة الجمهورية للشركات في الكرة الخماسية هو طبعا دي كانت تعتبر أول مرة تحصل في تاريخ مصلحة الضرابة المصرية أننا نحصل على بطولة الجمهورية للشركات في الكرة الخماسية فوق الخمسة وخمسين سنة وأنا أعتبر المدير الفني والتنفيذي لللجنة الرياضية طبعا ببارك للمصلحة وقيادات المصلحة واللعيبة وكل الموجودين أن ده تتويج زي ما بيقولوا إحنا بنلعب رياضة كمان مع أشغالنا يعني بنفكر أن إحنا جهة إراضية تخص الدولة وفي نفس الوقت الحتة الطرفية الخاصة بنا هي الحتة الرياضية الحمد لله نحن حاجة زي دي وببارك طبعا بقى على فوز الأهلي مبارح على الوداد في مبارات إزهاد 2-0 يا كابتن أنت قلتني أنك كنت متراهن أن الأهلي هيكسب 2-0 بص يا أوليك الحاجة في شواهد للمباراة اللي مركز أو مع النادي الأهلي وبيتابع تدريبات نصر المسلماني واللعيبة تشوف في حاجات كلها كوبي بتحصل والبرنامج كان هو خير النتيجة كانت مبارح لعيبة النادي الأهلي إحنا وحشنا أو يروحف لنا الحمرة شفناها مبارح لعيبة جهاز فني مجلس إدارة مسافر يأذر لعيبة من أول عمال قط اللبس لأكبر شخصية موجودة في النادي الأهلي وأكيد وجود برضو كابتن الخطيب نسا كنت أقول لي بصي ده مش دعم ده حاجتين أصعب من بحث تحمل مسؤولية جامدة جدا للعيبة في وجود أسطورة زي كابتن محمود الخطيب موجود معهم في البيعسة اتنين إنك راجع بنتيجة إيجابية يعني حتى إحنا فرحنا كلنا فرحة مؤقتة إن إحنا ما قلناش الفرحة اكتملت حتى الراجل تعبيره للمباراة خلاص هو كسب بس كان أمنيت حياته يبقى اللي سكور أعلى من كده يعني رغم إن هو كسب بين 2-0 وأول أو يعني ما شفناش من زمان أول نادل ألي بيكسب بره ملعبه قبل ما ييجي للجولة التانية ما حصلتش بقالها سنين شوفنا ده وبالأداء ده كمان يا كابتن يعني مش مجرد نتيجة بصي صارة الراجل يعني في الوقت اللي مشي ميستر فيلر واتخذ مجلس الإدارة بكات كابت محمود الخطيب إن هو يتعاقد مع مصر المسلماني معادلتنا صعب من بعض أنت خدت دوري وحسمتي من بدء قوي دخل على بتورة أفريقيا اللي متشوقها جميل النادي الأهلي وجماهير مصر ويحصول عليها في الوقت دوت النادي الأهلي تعاقد مع الرجل المناسب في المكان المناسب هنسمع كلام كتير وهنسمع نقضي كتير وتوقعات كتير لا إحنا بنتكلم عن أسطورة اسمع كابت محمود الخطيب هو اللي اختار مع تربيزة الاختيارات اللي حواليه أو الأشخاص اللي موجودين معاه هو اختار الراجل اللي في الوقت اللي محتاج النادي الأهلي مدرب نفسي وفني وارتفاع من أزر اللعيبة وضخ روح المعنوية العالية اللي عيبت النادي الأهلي كل ده كان موجود عند الراجل ده تخيل انت جايب الراجل في الوقت دوت الراجل ده درس النادي الأهلي أكثر من مدربين النادي الأهلي لدرس النفسه يعني راجل درس النادي الأهلي كويس قوي درس النادي الأهلي درس الوداء درس البطولة نفسها عارف هو هياخد ايه منها وهي ايه هو اعتقد بنسبة حقه ياخده 90% قدم أعلى أوراق مستر المسلماني لإسم النادي الأهلي سيف ان خبرته في أفريقيا ساعدتنا في مباراة مبارا هو شاطر شاطر في إدارة الملعب شاطر في العمل النفسي اللي النادي الأهلي محروم أنه بقى له كتير شاطر في أنه بيعمل تخصصات لكل لاعب شاطر أن عود النادي الأهلي أن يلعب 90 دقيقة ضغط وبيستحوز على الكرة وبيعرف ينتقل من الدفاع للهجوم في أسرع وقت الأخطاء اللي موجودة لللاعيبة لو رجعنا بشريط ذاكرة خطوطين أن مباراة أمبي ومباراة بيراميز أفشى ضايع عن فراط شبيه ليه ده بالظبط أعتقد المرة دي اللي راح بيها هي اللي جاء الجول ده شغل شغل مدرب احنا مش شايفينه شغل في الملعب شغل لتخصص شغل على الصبورة شغل خاص بينه بنلعب حتى اللعيب راح له حضنه ده كل واحد فين بيعبر بطريقته هو فعلا برضو بيتعامل مع اللعيبة نفسيا بشكل كويس أو يمكن دايما يكوننا بنتكلم على أفشى برضو لما ضايع ضربة الجزاء يا كابتن في ماتش وازاي تعامل معاه وفي الشغط التاني أفشى كان عامل ماتش كويس أو احنا بنقول نجوم العالم بتضيع هو قال كده نجوم العالم بتضيع هي المشكلة دلوقتي في أن أنا النقد بتاعي أو التوجيه بتاعي بناء ولا هدام أنا ببني لاعب أنا عارف إمكانياته تب خليت كده قولي إيه أسباب فوز الأهلي مبارح على الوداد واحد اتنين ثلاثة من وجهة نظرك نمرة واحد تركيز تمام كانبين قوي وهم بيسخنوا اتنين روح النادي الأهلي ودي بتبقى رقم واحد واللعب رقم مليون في المكسل ثالث حاجة تنفيذ تعليمات المدرب بحزة فيرو أربعة اللياقة البدنية اللياقة الأهلي كان واضح جدا تسعين دي ولو وصلنا المئة وعشرين دي الأداء واضح وعارف هو بيسحب مين وبيدخل مين يعني في ناس كتير نقاط بتتكلم على خروج ديانج ديانج خرج عشان ما يخدش الانظار التاني ويا قطار وده يدول على زكاء المدرب طبعا ومنزل واحد بنفس المهام حمدي فاتحي ايه الحاجة الجميلة اللي ظهرت ما بين أيمن أشرف وآسر براهيم حمد هاني وعلي معلول ده علي معلول يا جماعة بيحسسنا انه مصري قبن عن جدا مش تونسي بيحب النادي الأهلي أكتر ما بيحب أي كائنتين كيف ان فيه واحدة متماسكة يا كابتن فيه تناغم كده بين اللعيبة فاهمين بعض قوي مبارح في الملعب رأسا لسا بقولك أول مرة شوف النادي الأهلي أما بيضغط بيضغط كتلة واحدة ما فيش وقت يعني حدث بالحراج اسم واحد واحد أما يكون وراي واحد زي الشناوي عامل كده هيكون أنا شكل إيه وأنا راجل سرد باك معايا هرم أفل لي أي حاجة اتنين مساكين احنا هنقدي نفس الأداء مش أقل منك أطراف موجودة لنا مهام ولنا وظائف المدير الفني بنبلغنا بيها نشتغل عليها إذا كان محمد هنق أو علي معلول عندنا اتنين في نص الملعب اسمهم صمام الأمان قبل ما كرة توصل لخط الضهر عمر السلية وديانج عندنا تلاتة فنانين بيشتغلوا من تحت الفرود هم أفشة وأجايه وحسين الشحات عندنا فرود مطلوب منه أنه هو يبقى محطة أشتغل من عليها وكنا أول مرة نشوف أفشة الفرود الخفي اللي جاي من تحت الفرود الناس كلها بتبقى متوقع أنه أجاي متوقع أنه حسين لا هو كان فاتح الملعب بطريقتين مختلفين أول ما بيحصل شغل من العمق بنشوف أفشة بنشوف شغل على الأطرف بنشوف أجايه وحسين كان هو عامل توليفة ممتعة للنادي الأهلي أكيد شايف أن جون أفشة في الدقائق الأولى ساعد في النادي الأهلي يفرط سيطارته من أول طبعا بيقولك احنا بنتعلم كده من أول ما تعلمنا يعني كرة أن كنت رايح بره مصر ما تخسرش البونط اللي معاك ما كسبتش ما خسرش معايا درون ما بالك أن أول خمس دقائق أو سبع دقائق أحرصت هدف خلاص بتديك ينشو أنك الفرقة التانية هتبتدي تفتح خطوطها هبتدي أنا ألعب على أخطاء دفاعهم وصغرات نص ملعبهم وابتدي هاجم من الحدة دي غير ما بيبالمطش السجال ما بين طرفين ولسه ده بيهاجم بهجمة وده بيهاجم هاجمة بيبالكلام عادي لأ أنا جبت جونبادري سيطرت على أجوال المطش لاستحواس 53% 47 فرقة الوداد وأنا بلعب بره ملعبي نسيبنا بقى من حتة الجماهير ومش الجماهير وكلام ده من الأداء اللي شفته من اللعيب ليه عشان أنا نزل من الأول الإحساس والمحاضرة والصفر قبلها في يومين وقبلها في مطش برامتز وقبلها في قبل مطش أمبي في حديث نفسي بين المدير الفني وكابتن سيد عبدالحفيز وجهاز الكرة كله بيتكلم مع اللعيبة إحنا يا جماعة راحين أفريقيا إحنا راحين نمتع الشعب المصري إحنا اللي بنرسم اللي بتسامة للناس إحنا اللي بنقول بنسمع مهاطرات كتيرة على الاسم الندلال لأ إحنا نقول كلمة بقى ودي أهم من أن أنا موجود مع حضرتك أو مكسب الندلالي كابتن محمود الخطيب نقول له شابوه لوجود ميستر مسماني أنت ضربت كل الأقويل بعرض الحائط كنت إنسان رازين جدا بتعمل لنفسك فكر أنت من أحسن من رأت الكرة المصرية والأفريقية والعربية وهنقول العالمية مين هو محمود الخطيب عمل المعادلة الصعبة جاب واحد في وقت مستحيل حد يضحب اسمه عشان يمسك في الوقت دوت وهو راح يلعب قبل نهائي ونهائي بتولة أفريقية هو عارف وبيعمل إيه الاختيار من نجم كبير زي كابتن محمود اختيار من نجم موجود على الساحة العربية والأفريقية ليه اسمه تقلو كرئيس نادي وكان اسم كان لعيب كبير طبعا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو مجموعة حاجات بتعلي اسم الكيان يمكن درابة بقولها يا كابتن أنه شعبات الكرة في مصر قبل كابتن محمود الخطيب حاجة كلاعب طبعا وبعد كابتن محمود الخطيب حاجة تانية ودى شعبات الكرة في مصر في حتة تانية هنتكلم أكتر طبعا أكيد عن اختيار مجلس إدارة النازل الأهلي المسيماني في وقت صعب وفي وقت حاسم وأكتر فنيا عن مباراة الأهلي والوداد لكن بعد الفاصل كلام كتير قوي عن مباراة الأهلي والوداد مرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه معي كابتن عمر الحديدي وكلام كتير قوي عن مباراة الأهلي والوداد يا كابتن كنت بسألك أنه شايف أنت كنت بتتكلم في الفاصل أنه مسيماني شايف أنه يعني هيبقى فيه ناس كتير قوي هتبقى عايزة تتعلم منه كتير مدربين كتير فترة اللي جاي كيلي أكتر عن اللي أنت كنت بتقول أما كان مستر مانول المجوزين موجود كانوا معظم مدربين مصري كنت أعزة تعمل معايشة مع المستر مانول أنا أول واحد من الناس هو بقول أتمنى أن أنا أعمل معايشة مع الرجل ده أخذ منه حاجات إحنا ما أتعلمنهاش ولا المدربين المصريين ولا المدربين الأجاني ولا المدربين المصريين ولا المدربين الأجاني حتة المعايشة أنا أخذ منه حاجات هو عارف يكتشفها في اللعيب المصري العامل النفس اللي هو انطبع رغم ديء الوقت من بين دوري عام وبطورة أفريقيا والراجل ده ده راجل دارس مصر دارس كائن الناد الأهلي راجل بقولك أنا كفيل أسعد جمهير الناد الأهلي هو جاي عارف هو بتعمل مع مين والنادي الأهلي عارف هو جاي بمين احنا بنتكلم دلوقتي عن شخص ياخد وقت طويل قوي عشان يعرف يترجم كان النادي الأهلي طيب وانت شايف ايه السر في ان هو بصمته تظهر بالسرعة دي في وقت قليل زي ده دي حكمة مدرق بقى دي الشطارة مزاكرة برضو يا كابتر كل شيخه ليه طريقة لا ده هو مش مزاكرة ده حافظ ده حافظ كل حاجة النادي الأهلي اما بيجي تكلم بيقولك كابتن بيبو عارف مين هو كابتن محمود الخطيب حافظ كل لعب كمان بالاسم في وقت قليل أول المؤتمر الصحفي كان بيقول أسماءهم وايه أنا كنت مستغربة عليه حيحفظهم إم احنا بنقول دلوقتي هو لو خد مدة هياخد له شهرين عشان أجنبي هياخد شهرين عشان يعرف ياخد عايزة حضرت تقدري تربطي ما بين اللي احنا بنقوله والموقف العملي الحضن اللي كان بينه ما بين أفشا أفشا هو عارف الراجل ده رايح يكفقه انت قلت لي أعمل كذا وانا جايلك أقولك أنا عملت كذا كل واحد فيهم بيعبر بطريقته احنا بنقول النادي الأهلي الراجل بمنتهى الصراحة كسبان وكسبان اتنين مش كسبان واحد كسبان اتنين وحرس مرموصة ده ضرب الجزاء قال لك أنا خارج من المطش كنت نفسي يبقى ثلاثة واربعة وخمسة دي حاجة بقى مهمة يعني فيه قراء كتير الأول قبل ما نروح لده طبعا كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي إنه هما لما بايلر ماشي في وقت تحسن الحقيقة الناس دي كان قدامها سيفيل كذا مدرب وهم قدروا يختاروا الاختيار الصائب اللي يستهلوا اللي يستحقوا النادي الأهلي في الوقت ده فالحقيقة كل الشكر طبعا لمجلس الإدارة لما حتت بقى موضوع لسكور ناس كتير شايفة وقراءها إنه إحنا كنا نقدر نطلع بسكور أكتر من ده وإحنا ضيعنا فرص كان ممكن تفرق معنا جدا هرجع للجملة اللي قلتين تي يا سراء وبعدين أخش في حتة لسكور مجلس الإدارة مهما هيجتمع ويقول أعتقد أن في حفظة خاصة وملف خاص بلان إيه عند الكابتن محمود اسمها عين النجم هو راجل نجم طبعا أسطورة اختار في الوقت اللي كل الأراء رشحت له كذا اسمي إذا كان أجنابي أو مصري مش تقليل من أسمهم هو بحسيته كلعيب كورة وحسيته كشاي الكائن النادي الأهلي اللي هو أحد ضلوعه بدمه بلغة اختار في الصميم اختار في الصميم وكلنا كنا مأيدين ده رغم نقض عليه وأمور شباب مرتزقة بيردوا بيردوا بإهانة وبشتايم لا 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 ده قمة نجاحه كابتن محمود الخطيب عارف وبيعمل إيكوا يا سأوي ده الجزء بتاع مجلس الإدارة صحيح الجزء بتاع النتيجة اللي خص مستر موسيمان فيه واحد بيخلي المصرح يخلص من أول مشهد يفضل في أزهاني الناس كلها إنه نكسب هناك ثلاثة أربعة هو برضو وصل انطباع للناس واللعبته اتنمش كتير والمطش في مصر هيبقى صعب إحنا ما حققناش المعادلة الصعبة إحنا حققنا المعادلة اللي انتو مفروض ده طبيعكو كالعيبة النادي الأهلي تعملوه كسبتو هناك اتتوجه في مصر كسبوه هناك هتريحو نفسكو في مصر بس في مصر مش عشان اتدلع مش في مصر عشان استهتر أنا عارف أنا هاخد إيه زي ما انت قدت هناك بروح 108 شاب مصري شعب المصري كله كان بلعب مع 11 اللعبته عن نادي الأهلي هتجي تنفذها هنا نفس الكلام مين بيحب نادي الأهلي مين بيحبش نادي الأهلي احنا في الاخر اسمانة مصر والنادي الأهلي هو الممثل لها احنا ماشيين ورا في اي احنا طب شايف ان عودت علي مع الولي الجبهة اليسرى فرقت بكتير فمبوراتها مبارح اه طبعا طبعا ومش تغلينا من اي حد يبلع في حتا دي ده بيغار المفهوم فكور يعني احنا بنقول زمان كنا بنقول لكابتن ربعي السينو بنقول لكابتن عمارة بنقول لكابتن ناخلة بنقول لأسماء كبيرة لا احنا بنقول علي مع الول غير المفهوم خالص هجومي وادفاعي وهدف وباقي بسم الله ما شاء الله حدث بالحرك راجل عارف يعني ايه محترف بيصيب بصمة في البلد العربية الشقيق بالأسلوب ده الناس بتحب وبدلعيته يا صار لا خلاص هو مصري بالظبط هو خلاص الراجل عارف هو عايز يعمل ايه وبيغير ازاي خلاص وصرت له الغيرة على النادي بتاعه زي ما يكون بيغير على بلده بالظبط هو ضل وصله طب شعبت حركات أفشا مبارح في الملعب كان ازاي لا مايسترو كان سينفونية تطور قوي من اكتر اللعبة تطورت تحت قيادة موسيمان يا كابتن عمار هل هي كرة ما هو أفشا كورتو كل الناس عارف انه هو عايب كويسي انا بعرف تاخد منه اللي انا عايزه وعرف تاخد منه اللي انا عايزه حسين عملية وقعت برا وابو 150 مليون واشترنا القطر لغاية الراجل بيرد مبارح للمدة الزمانية اللي هو هيقدي فيها 70 80 90 ديئة وبيغير ديانج السولية اجا ايه ده كان هو ده كافق فيلر الاول بعدين بيكافق موسيماني كافق فيلر في مبارات الزمالك بيكافق موسيماني في مبارات البيارح محمد هاني محمد هاني ياسر ايمن خلينا نقف عند محمد هاني هقول حاجة بس المحمد دي مهمة قوي انت راجل لعيب بكريت ومعاك طبعا نجم كبير جاء موجود كابتان احمد فاتحي انتو بتتسيروا مع بعض وبتتشوروا مع بعض في الأداء هي حاجة واحدة اسماعيل حدادي لعب لإمكانيات عالية موجودة في الودات الحاجة الوحيدة اللي موجودة ببعتب عليها في خطة ظهر نادل اهلي هي الحاجات التشيب باص اللي بتتعامل من وراء ظهر العيب للنادل اهلي لو انا حطت الفرود قدامي خلاص انا مش محتاج مش ناوه هيعمل كل حاجة مايبقاش فيه خطوة يعني احنا كنا بنقول كان نسر كرولك نو سنتميتر برس يعني اضغط الضغطة دي اتوفر علي اما بسيبه او بخليه جنبي ممكن يكون اسرع مني ممكن يكون اقوى مني ممكن يستعمل الكرة بفكر احسن مني ما هو الفكر ما بين كل واحد انا ازاي استحوذ على الكرة واخدها منك وازاي انت تهدف في مرماية كل واحد فينا بيفكرها بطريقة انا مدافع ازاي يمنع دخول الهدف وانت مهاجم ازاي تجيب هدف كل واحد فينا بيذاكر بطريقته وبيتعلق بطريقته وبيعنده روح مختلفة عن التاني ازاي ده يمنع وازاي ده يهيدف الوقت ده انا بقوله الخط دهر الناد الاهلي انت ومعاك الشناوي هم المكسب الاول انت الخط المنيع اللي بتمنع الناد الاهلي يخسر في اي مباراة زي عما عملت النفسك ريكورد في الدور العام انك خسرت مجموعة مطشوط بسيطة وجبت اعلى نسبة تهديف لاحسن فرودة واحسن خط ضهر انت دلوقت تقدر تعمل النفسك ريكورد افريقيا ومصر انا شغال بنفس الوتيرة شغال بنفس المنويل انا عارف انا شغال ازاي حافظ على نفسك الترابط اللي احنا شفناه مبارح بقى بين خط الظهر ومن اول الشناوي وخط الظهر ونص ملعب وفرودة الخطوط وقرب الخطوط والضغط والروح ما تقلش على لعبة الناد الاهلي زرق واحدة في الفتر اللي جاء لانشان احنا مش هنحب أقل من اللي احنا شفناه اللي شفناه مبارح ده انجاز هل كان غريب بنسبة لك يا كابتن انه موثماني راح يهاجم على ارض الوداد يعني الراجل هاجم من بداية اللقاء ويوقف مفاتيح الله بتاع نادي الوداد مفيش حد عمل دي اللي في مبارا واحدة الحديث اللي كان او اللقاء اللي ما بين فيلر وموثماني في مباراة سان داونز فيلر هاجم وبعدين تراجع مبارح الراجل بيهاجم مفيش تراجع بيهاجم على طول تسعين دي انا بهاي أربعة يعني لو كانت قال لك قبلها انه المدرب الجديد دا راح الوداد يهاجم كنت هتشوف انه اصدق دي امكانيات مدرب هو الراجل ما بيحبش الطريقة المعتادة ان انا ادافع رجع اربعة تلاتة اتنين واحد لعب بيه دي ناس استغرابت من الجرأة دي ان احنا على ارض الوداد وراحين كرة هجومية هو راجل جريء عشان واصل في امكانيات نفسه واصل في امكانيات لعبته هو مش ماسك في رأة صغيرة هو ماسك في رأة الناد لأهلي الناد لأهلي لو بالمواصفات بتاعة المبارح دي لعب افريقيا عربيا دوليا هيعمل كل اللي هو عايزه الناد لأهلي صاحب الضغوط وفرحة المصريين اللي عمله مبارح الضغوط اللي كانت عن الناد لأهلي من حواديث وحاديث والاهلي كسب ولا ما كسبش واللي حافظ على المركز الاول لأ الناد لأهلي عارف هو انا باخد دي بحطه على الرف عشان افكر في افريقيا اللي هي الناس كلها مستنيان دورة حاسب خلاص حتى لو انت بتتفرجها لو هتلعبي في نت ناشئين انت ما عنديكيش مشكلة لا هو ما بيقللش من قدر اللي قدام بالرغم ان في غيابات يا كابتن ومنهم كهرباء وطبعا اي لاعب في الناد لأهلي بيفرق جدا ناشئ كبير كلهم كامل الاحترام ليهم لكن مبارح فيه قراء كتير تقولك انا محستش ان فيه حد ناقص فخط الدفاع حسست ان الدنيا سموت جدا سهلة جدا وماشية كويس قوي في الملعب طبعا المدرب ومين اللي كافئ المدرب اللعيب وخلي بالك برضو مسيماني ما هو لعب الوداد قبل كده بس ما عرفش يكسبه لكن انت معك بقى دلوقتي نادي الاهلي ايوا لا فيه نقطة بقى انت قلت كلمة مهمة قويسار القماشة اللي معاه هو متأكد ان هي هتعمله اللي هو عايزه هتفصل له الفستان اللي هو عايزه هو فصل الفكر بتاعه في اداء الناد الاهلي 2-0 اما مع سانداونز اه فرق هايلة بس ناقصها حاجة تحل الشكل الجمالي اللي هو المكسب ما جاش عنده هو لقيه في الناد الاهلي هوليك حاجة يا سلامه مهمة الراجل اول لما اطلب ان يجي الناد الاهلي شوف هو جيز ازاي ما خدش وقت لا 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 هو سهل الدنيا كمان احنا معايا قولتو عايزين هو ما هي بالنسباله في جنوب افريقيا برضو يا كابتن زي بالنسبالنا كده لما محمد صلاح راح ليبربول هي برضو بالنسبالهم حاجة كبيرة يا كابتن يعني انه طبعا ده وقتها يعني طلع بيان من رئاسة الجمهورية وقتها عندهم او من الرئيس يعني عندهم انه بيهنه خطوة كبيرة اوي بالنسبة لمسيماني ان هو يدرب النادي الاهلي زي ما هو برضو مكسب كبير اوي لنا هو بقى ايه هنقولها اهو في تيكري اهو معاك في الحلقة اهو الراجل ده هيعالك حاجات كتير في الكرة المصرية منيش دعوا بقى رأي المدربين التانيين ميش كلهم على دماغي من فوق انا ده رأي اللي على قدي الراجل ده هيعالك حاجات كتير اوي في لعيبة النادي الاهلي وهيعمل بصمة كبيرة اوي في الكرة المصرية الفترة الجاي وده حقه مش هنقولها بقى ان احنا بنزايد على الراجل ومجاملة وعشان في قناة النادي الاهلي واحنا بننتمي لعيبة النادي الاهلي لا الراجل ده باني مبارح وهي دي لعيبة النادي الاهلي وهو عارف يخرج من لعيبة النادي الاهلي اللي هم عايزينه واي مدير فني بيتواجد لعبة الناد الأهلي هي أو اسم كيان الناد الأهلي اللي بيعمل اسم المدربين زي كان مستر مانول مستر فيلر كل المدربين اللي جات مصر أسماءها كبرت في وجود كيان اسم الناد الأهلي فالراجل ده أما يكون طوع للكيان أعتقد أن الكيان هيكون مسلمنه من أول للآخر أنا باتفق معك طبعا يا كابتن طب لو رجعنا بقى فنيا أكتر شايف أنه في مباراة القيام مبدأين كده شايف أنه التأهل اتحسم ولا لسه داخلين هقول آه داخلي بس ما نحبش نقول ده ما حبش أعلنه بالزبط عشان إحنا ما بنعرفش نشفرح بالنشوة بتاعت لسه إحنا بنفرح بالنشوة أقوله بس إحنا عندنا لسه فيه فصلتين هنقول 50% و50% في مباراة العودة طيب مباراة العودة بقى شايف أنه مدارب الأرجنسيني مدارب الوداد هيغير تغييرات كبيرة قوي في الخطة بتاعته علشان يقدر بقى يعني هو برده أكيد أكيد جاي وعايز يكسب هنقول حاجة بالسلوب هو مطلوب منه يوم دارب الأرجنسيني بتاعته يكسب طبعا ولعبت النادي الأهلي إيه تحافظ على المكسب طبعا الأولين هو هيهاجمني لو مش بايع على حاجة وانا هلعبه ويرب يكون بيفكر في الفكر اللي أنا بقوله دلوقتي ان انا هلعبه بنفس الفكر ده ان انا هضغط من أول دي عشان نحسم الموضوع وانهي وانت بجرد انك كسبتي أول مرة سببتي له قلق طبعا جيتي في المبرارة للعودة ومن جمعة وعلى أرضي ماشي من غير جماهير وكل حاجة بس ان هم حسين بالناس نفسيا طبعا كويس كسبت خلاص فتحت كل صغرات فرقة الوداد فممكن يبقى فيه هدف واثنين وثلاثة هو جه ولعب بالأسلوب التاني بلان بي ان انا هحافظ ولعب على المرتد ولعب على أخطاء مبروك علينا البطولة كمرحلة أولى لو هو جه وحافظ ان انا هدافع ولعب على المرتد يبقى مبروك علينا البطولة طب شايف ان موسيماني هيغير لا لو غير هيبقى في قدية الحدود ربنا يكفيهم شر الإصابة المجموعة اللي موجودة يعني هيبقى ليه فكرة معينة في طريقة اللعب يعني لو حط واحد هيبقى ليه مغزى معين هو بيلعبه لي مش عشان بيقلل من قدر اللعب اللي موجود او فلسفة مدرب لا هو لو لعب حد معين هيبقى عشان ياخد منه حاجة معينة فكرة مدرب انا لو حطيت الحاجة دي هتعمل لي إضاءة في المكان الفلان هو عمل كده يعني المرة اللي فاتت ما فيش واحد ماشي في الشارع ما قلت لهش تشكيلنا اللي أهلين اللي ما قلوه لك الحداشر اللي كانوا موجودين باستثناء ممكن حد يقول أحمد فتحي حد يقول محمد هاني في حد يقول طب ممكن لعب حمد فتحي مكان ياسر لا الراجل مبارح هقول إيه بس ده بيعملهم يعني فعلا الواحد نفسه يخش جوا الراجل ده يسمع هو بيقول إيه للناس ياسر وأيمن أنا كنت أقول لك يا صرف الفواصل هم مشتوال زينا ما فيش كرة عالية شابوه هيلين عملوا كل حاجة عالم علول باسم الله مشاء الله تصد الشناوي لضربة الجزاء في الوقت ده كبت؟ لا رد الفعل الشناوي كان عنده سرعة رد فعل في ضربة الجزاء مش طبعي ايه هي؟ الناس فاكرة إنه هو السبات اللي انفعالي على الخط المرمى لا أولا ما تحسبت كان فيه نوعين عند الشناوي إن أنا بقوله ينظر على الفار عشان على وعسى إنه هو يشوف إن الكرة دي مش ضرب الجزاء نمرة 2 هو حط نفسه نسبة 70% التركيز إن هي ضرب الجزاء و30% التاكلنج بالحركة إنه حصل استضام بينه وبين الفروت ماشي شناوي حط بنسبة 100% هي ضرب الجزاء فحط كل تركيزه لضربة الجزاء لو حد جاب اللقطة دي في الملعب أولا ما تحسبت ضرب الجزاء مستر مسلماني عمل إيده كده ما شفتوش مين اللي أمن على دكة البودلاء مستر يانكون مشيل يانكون شاويرلو فيه فيه ربط صح إحنا بنمسك في الحاجة الهيفة الفروت بتاع الوداد وهو بيحط لضربة الجزاء جزء يصور إن أفشا بيقوله مين مفيش حد بيبص الحد في الوقت ده طب ما حصلت في العالم كريستيانو بيشوت ضربة الجزاء ووقف راموس بيقوله في الجنب الفلاني مفيش الكلام ده أولا اللعيب أو الحارس حاطت تركيزه كله في الأداء سرعة رد الفعل رغم طول الشناوي بسم الله ما شاء الله وسرعة نزوله للأرض إن كرة متشاطة انجليزي بوش الرجل سرعة انقضاد ما نقللش من قيمة إن الشناوي حارس بارع ومتقلق نحط كمان نقطة من أول السطر شابول ياسر إبراهيم الفلو على الكرة إن كان فيه في الودين من فرقة الوداد تقدر تحط الكرة هدف بعد ما تصدد من الشناوي في الوقت ده إحنا الروح والقلب هو ده اللي إحنا شفناه الراجل ركز 120% ندي ضرب الجزاء وأنا هتصدلها إزاي؟ هو عود الناس كلها إن الشناوي من نسبة 90% هيصد من أول ما شاطنا في مصر ما شاطنا في أفريقيا خلاص مش متعودين من نجو غير نشوف كل حاجة حلو عايزة توقعاتك للمباراة العودة آه يعني قولي كده سكرل إنت قلت 2-0 مبارح يا كابتن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالي يكون مسهل والأداء اللي إحنا شفناه في الوداد 2-0 في مصر بإذن الله بإذن الله بشكرك جدا يا كابتن عمرو إن شاء الله بقى تكون بتحتفل معي هنا إن شاء الله إن شاء الله بالفوز بدوري أبطال أفريقيا بشكر حضرتك إنك كنت موجود معي النهاردة شكرا يا سارة بنا خليك أنا شكرا أني موجود معي بشكر حضرتكم طبعا على المتابعة وقالف مبروك من تاني وبإذن الله نكون بنحتفل قريب بدوري أبطال أفريقيا التسعي أهل شكرا لحضرتكم